في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مشروع سقوق الإطعام وأكد وزير الأوقاف أن مشروع سقوق الإطعام يعد أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع تنفيذاً لسياسات الدولة في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية أطلق وزير الأوقاف مشروع لحوم سقوق الإطعام لهذا العام الذي يوفر 400 طن من اللحوم كمرحلة أولى توزع على مدار أربعة أشهر ثم الاستمرار في هذا المشروع طوال العام مساهمة في عمل الخير ثم الاستمرار في هذا المشروع طوال العام مساهمة في عمل الخير وذلك في إطار مشروع حياة كريمة وبالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين هذا المشروع من أهم المشروعات المجتمعية بعد نجاح مشروع سقوق الأضاحي نجاحاً كبيراً حقق العام الماضي نحو 1500 طن لنحو مليون وخمسمائة ألف أسرى من الأضاحي رأينا إن احنا نستمر على مدار العام فلسفة هذا المشروع أننا بدل أن كنا نصل إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة في العام في مشروع سقوق الأضاحي الآن هناك عدد كبير جداً من الأسر مستهدف أن يثبت شهرياً سقوق إطعام ده موضوع جديد عمله وزارة الأوقاف عشان تستهدف فيه الأسر الأولى بالرعاية يبدأ بـ 100 طن في شهر فبراير 100 في شهر مارس في شهر إبريل 100 في شهر مايو وزارة الأوقاف أعلنت عن قيمة السق الذي يبلغ 300 جنيه ويشمل كل أنواع التبرع من أموال الزكاة والصدقات وخصصت الوزارة خمسة حسابات بنكية للتبرع بسقوق الطعام لجمع الأموال في توفير هذه اللحوم التي تذبح وتحفظ بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها حتى تصل للأسر المستحقة بالنسبة للقيمة المالية والصق الإطعام اللي هو عاملها وزارة الأوقاف بـ 300 جنيه للفرض ممكن الفرض يحصل على صقه واثنين وثلاثة حسب قدراته والشركة هنا عندنا بدورها بتوفر اللحوم التازجة طبعا اللحوم ما بيلمسهاش أي حد غير في التشفية بس يعني هي بتخوش آلي بتمر على الخط وما حدش بيلمسه بيده وطبعا كل الجزرين اللي جوا طبعا عشان إجراءات الاحترازية اللي معمولة دلوقتي لابسين الكمامات وإن شاء الله تكون المسلم كويس بإذن الله وطبعا اللحمة دي بالنسبة دي إطعام فإن شاء الله تكون حاجة كويسة إن شاء الله السنة دي بإذن الله إن شاء الله مشروع سكوك الإطعام هو المشروع الأول الذي يضمن وصول لحوم للأسر الأولى بالرئيسة في الأولى العام والذي جاء بعد النجاح الذي حققه مشروع سكوك الأضاحي الذي وصل في العام الماضي لألف واربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم محمود جميل التلفزيون المصري